خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرج إلى الطائف ماشيا على قدميه يدعوهم إلى الإسلام كان استقبال أهل الطائف للنبي صلى الله عليه وسلم الضرب بالحجارة خاصة على قدميه شريفتين حتى نزل الدم منهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف مهموما على وجهه فلم يفق إلا وهو في قرن الثعلب نزل جبريل ومعه ملك الجبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيره بين إهلاك أهل مكة وبين الصبر على أذاهم فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ودخلها بجوار المطعم بن عدي